بهادف تسهيل إيجاد الفرص الوظيفية والتدريبية للعمانيين الباحثين على العمل سواء في قطاع النفط والغاز أو خارجه احتفلت شركة تنمية نفط عمان بتخريج أكثر من ستمائة شاب وشابة ضمن برنامج إمداد بعد أن أكملوا مختلف برامج التدريب الفنية وغير الفنية التي تراوحت فترتها بين سبعة وأربعة وعشرين شهر برنامج إمداد أتح لنا الفرصة أن نتدرب عملياً وفي نفس الوقت نظرياً أخذنا الماجستير خلال سنة وبعدها بسنة أتممنا دراستنا العلمية وطبقناها في العمل هذا البرنامج فتح لنا العديد من الشواغر والشكر موصول لشركة تنمية نفط عمان على هذا البرنامج الطيب واليوم هو اليوم التخرج والحمد لله رب العالمين على هذا الانجاز حقيقة البرنامج التدريبي اجتمل على عدد من التخصصات في مجالات عمليات الرفع وممارس الصحة والسلامة والبيئة وهندسة الحماية الكهربائية وتقنية المعلومات وغيرها من التخصصات إذ أصبح الخرجون مؤهلين للمساهمة الفاعلة في مختلف القطاعات كالصحة والسلامة والبيئة والهندسة وتقنية المعلومات وضبط الجودة كانت تقربة رائع استفدنا الكثير من الخبرات والمهارات والمعلومات اللي راح ان شاء الله تفيدنا ما بس في حياتنا المهنية في حياتنا العامة ان شاء الله وفي الأخير والختام نشكر شركة NDSC على التزامهم لتوظيفنا ودعمهم المستمر لنا حتى نحقق المراد منها في حياتنا المهنية استفدت الكثير ومنها ان الدراسة كانت عبارة عن ثلاثة سابع لكل مادة فهذا الشيء سرع عملية الدراسة كثير وخلانا ندخل ونبحث وندرس كثير من اللغات في عالم اللي هو الكودينج وقد أسهم برنامج امداد منذ تدشينه في عام 2011 في إيجاد آلاف الفرص الوظيفية والتدريبية بما يلب الاحتياجات من المهارات المطلوبة ويرفد الجهود الحكومية في توفير الوظائف للباحثين عن عمل ترجمة نانسي قنقر